أبواب مصادة لا تلاميذ ولا أساتذة هي حال أغلب المؤسسات التربوية خلال العطلة الشتوية مما يعني أن دروس الدعم في خبر كان رغم أن وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت شددت على ضرورة فتح المؤسسات التربوية خلال العطلة وتوعدت باتخاذ جراءات عقبية صارمة في حق المدراء المتخلفين عن التعليم التي وجهتها لمديرية التربية تلزم فيها مدراء المؤسسات بفتح المدارس وفي مفارقة عجيبة تلاميذ البكالوريا الذين أشعلوا احتجاجات عارمة عبر العديد من ولايات الوطن من أجل تمديد العطلة استاءوا من عدم فتح المؤسسات التربوية بعد أن أبدوا رغبتهم في الاستفادة من دروس الدعم لسيما وأنهم ضيعوا عديد الدروس جراء الإضربات التي شهدها الفصل الأول ما كاش مغلوقين كيفاش نقرأ مغلوق الليسيات هم مغلوقين فتلوتلا تسمع مويت قرأ برايس حدخرين تسمع لي بيبليوتيا كعبساكا يبسك ما كاش ما ما شغل فيها كتكون داخل كلاسك ما شغل من ذك يقول لك حدرت تعتقوين ماذاك المستمر ما شغل من ذك ما كاش يقول خطرها كيفا خطرها غنية جديدة ما شغل ما العفاء يستحى مش يستطاب ما يقول لك جميع الابتلو البرقال فتح المدارس في وجه التلاميذ خلال العطلة الشتوية من أجل تقديم دروس الدعم تعليمة ضربت عرض الحائط سواء من طرف المدلاء أو حتى الأساتذة فكيف ستكون الإجراءات العقبية في حق المخالفين أم أنها تضاف إلى سيناريو التهديد والوعيد الذي تعتمده الوزير بن غبريت في كل مرة والذي يبقى دوما دون تفعيل